قال وزير وشهون الخارجي عبدالقدر مساهل أن الجزائر كانت من الأوائل الذين طالبوا بإصلاح عميق لمنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية وضح مساهل في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم تزامنا واليوم الوطني للديبلوماسية أن الجزائر لعبت دورا مهما وكبيرا في أحداث تغيير على عمل هاتين الهيئتين قائلا إن الجامعة العربية لا تستجيب مع ما يحدث في العالم العربي من جرائما وحروبا نحن كنا من الناس الذين طالبون وهذا راجع حتى للسبعينات لإصلاح عميق للمنظمة الأممية لماذا إصلاح عميق للمنظمة الأممية سواء كانت الجمعية العامة أو المجلس الأمم لأنه نأمل ونحن كلنا إيمانا أن للأمم المتحدة دورا نرائد في حل النزاعات وفي العلاقات الدولية إذن كنا من المبادرين في الموقف الأفريقي بالنسبة لإصلاح المنظمة الأفريقية كما طلبنا كذلك في نفس الوقت إصلاح عميق للمنظمة العربية لأن جارة عربية ما زالت تعمل عن طرق فاتحة لا تستجيب لا بما يجري في العلامة العربي من نزاعات من إرهاب من جريمة منظمة